موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع وكالة الأناضول وموضوع بعنوان تركيا إنشاء مخيمين وعشرات الألاف وعشرات ألاف المساكن الجاهزة لإيواء اللاجئين حيث استكملت رئاسة إدارة الإسكان الجماعي التوكي التابعة لرئاسة الوزراء التركية إنشاء عشرة ألاف وتسعمية وستة وثمانين مسكنا جاهزا ومخيمين اثنين يضمان سبعة ألاف خيمة لإيواء اللاجئين السوريين في تركيا فيما تواصل إنشاء ثلاث مخيمات من المساكن الجاهزة في ولايتي هطاي وقهرمان مرعش تستوعب تسعة وثلاثين ألف شخص وقال رئيس الإدارة محمد أرغون توران إن تركيا اتبعت سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين منذ اندلاع الأزمة دون تمييز ديني أو لغوي أو عرقي وقدمت لهم حياة آمنة ضمن ظروف معيشية جيدة وأوضح توران أنهم أنشأوا المخيمات بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أثاد وبدأوا بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالمرافق الاجتماعية والبنى التحتية فيها وأشار أنه جرى إنشاء ألفين مسكا جاهز في بلدة حران بولاية شانلي أورفا وثلاثة وثلاثمائة وإداعش في بلدة أونجو بينار وثلاثة ألاف وخمسمية واثنان وتسعين في بلدة ألبيلي بولاية كيلس إضافة إلى ألفين وثلاثة وثمانين في بلدة بيداغ بولاية ملاطيا فضلا عن إنشاء سبعة ألاف خيمة داخل مخيمين في بلدية سوروج بشانلي أورفا وشدد أن الإدارة تعمل على إنشاء المخيمات والمساكن الجاهزة بشكل يتناسق مع الاحتياجات المادية والاجتماعية مضيفا أن أكثر من ثمانين ألف لاجئ يقيمون في الوقت الراهي داخل مخيمات توكي ونقوم بإنشاء أكبر مركز إيواء مؤقت في العالم يتمتع بكافة المقاومات اللازمة من مستشفيات ومدارس ومساجد ومحطات تصفية مياه وغيرها ونطالع في صحيفة الشرق الأوسط مقالا لجوش روغين بعضوان جوش روغين الخطأ الأكبر ليس ليبيا إنما سوريا حيث قال الرئيس بارك أوباما إن خطأه الأكبر كرئيس تمثل في إخفاقه في التخطيط لمرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا بيد أنه رغم سوء الأوضاع في ليبيا اليوم تبقى سوريا أسوأ بكثير الأمر الذي يعود في جزء منه إلى إخفاقات الإدارة الأمريكية يبقى الوضع داخل ليبيا أفضل منه في سوريا التي تمر أيضا بعامها الخامس من ثورة ربيع العربي التي اشتاحتها لكن من دون تدخل عسكري بقيادة واشنطن أو حلف الناتو وفي الوقت ذاته الذي يوجد فيه داخل ليبيا ما يصل إلى ستة ألاف مسلح يتبعون داعش فإن عدد مسلحي التنظيم داخل سوريا يتراوح بين 20 و 30 ألف الأهم من ذلك أن سوريا والعراق يمثلان لبا منطقة نفوذ داعش حيث يسيطر التنظيم على مدن كبرى ويصادر من داخل هذه المناطق أيدلوجياته ومقاتليه لمناطق أخرى مثل ليبيا أيضا يجري التخطيط للعمليات الإرهابية التي تستهدف أوروبا داخل سوريا كما أن منفذي هجمات باريس وبروكسل تلقوا تدريبهم في سوريا وليس ليبيا سياسيا تعد الأوضاع داخل ليبيا أفضل كثيرا عن سوريا فبعد مفاوضات مطولة تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل حكومة الاتفاق الوطني على تعزيز سلطتها أما في سوريا فإن محادثات جينيف الحالية لا تنبئ عن قرب التوصل لحل للأزمة وفي ظل أفضل السيناريوهات ربما سيبقى بشار الأسد في السلطة لفترة تتجاوز الثمانية عشر شهرا عفوا حتى تعقد انتخابات ويشير تقييم أكثر وقعية إلى أن نظام الأسد سيمضي في شن هجمات ضد المدنيين لسنوات مقبلة ويختم الكاتب بالقول نجد أن سياسة أوباما تجاه ليبيا رغم كل ما شابها من عيوب حققت نجاحا أكبر بكثير عن سياسته تجاه سوريا وقد اتضح أنه حتى القيادة من الخلف لحل المشكلات أفضل من اتباع سياسة تسمح للمشكلة بالتفاقم على نحو خطير وخروجها عن دائرات السيطرة ونقرأ في صحيفة العرب القطرية مقالا لأحمد موفق زدان بعنوان خمسة أخطار من سوريا محدقة بتركيا فما هي فاعلة؟ أشر فيه الكاتب إلى أن أسوأ شيء في الحياة الشخصية كما هو في حياة إدارة الدول التهون في التعاطي مع واقع الأبواب المتكسرة التي قد تهدد بيتك بالخراب والدمار تماما كما تهدد دولتك رفضت تركيا في الأشهر الأولى للثورة أن تتعامل مع نظام محلي سوري يسعى إلى تفجير المنطقة برمتها فكان عليها بعد ذلك أن تتعامل مع قوة إقليمية ممثلة بالاحتلال الإيراني وميليشياته الطائفية من لبنانية وعراقية وأفغانية وباكستانية وحين أبت أن تتعامل مع القضية على أنها إقليمية كان تدخل روسي الذي فرض واقعا دوليا خطيرا لسيما مع اللامبالال غربية والأمريكية إزاء تركيا وتحتم على تركيا أن تتعامل اليوم مع أخطار حقيقية وجوهرية على حدودها مع الشام الخطر الأول هو بقاء العصابة الطائفية ممثلة بالأسد والذي لم يعد أن يكون سوى أدان لمحتلين إقليميين ودوليين في الشام والخطر الثاني غلاة الأكراد الذين يسعون إلى نشر الفوضى في تركيا بالتهديد بإقامة دويلة كردية والخطر الثالث وهو إيران التي باتت على الحدود التركية مع سوريا ولا يفصل وجودها سوى كيلومترات فقط عن أراضيها وشيء نفسه ينطبق على الوجود الروسي الخطير وبقواعد عسكرية ملاصقة للحدود التركية وهناك الخطر الداعشي الذي ترك كل الأراضي السورية ليفرض وجوده على الحدود التركية ناشرا الرعب والخوف وسط السكان ليس في مكنة تركيا مواصلة تجاهل ما يجري على حدودها الشامية وليس في مقدورها أن تقاوم هذه الأخطار الوجودية الخمس لوحدها وثمت أوراق ضاغطة كبيرة بأيدي تركيا وغيرها ولابد من استثمار تلك الأوراق قبل فوات الأوان فخذلان الشام وما يجري فيها من مجازر وحملات إبادة ينبغي أن يدفع الجميع لإعادة الحسابات فثوار الشام هم اليوم خط الدفاع الأول عن العالم العربي والإسلامي وبالانتقال لموقع كلنا شركاء نقرأ موضوعا لوليد الأشقر بعنوان كبير المفاوذين ينعي الهدنة ويطالب فاضربوا فوق الأعناق جاء فيه في إشارة منه إلى انتهاء هدنة وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة قال كبير المفاوذين في وفد المعارضة محمد علوش أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت مطالبا بالأخذ على يد النظام ومقارعته وأضاف في تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر اليوم الأحد لا ترقبوا في النظام إلا ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وتابع نحن معكم جميعا ولن نقبل بأي تنازل عن أهداف الثورة أنا شخصيا مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف اتفقوا على موقف وأنا خادم لكم من جانب آخر رد علوش على بيان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قالت فيه إنها خارج المفاوضات منذ انسحابها من مؤتمر الرياض في حين أكد علوش أن الحركة موجودة في غرفة بموثل يتم إطلاعه على كل التفاصيل مع بقية الفصائل واستشاراته وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية أكدت أنها لم تحضر أي جولة من جولات المحادثة في جينيف وأن الحل في سوريا ما زال حلا عسكريا سياسيا وفصل المسارين خطأ كبير ودعت جميع الفصائل الثورة والفعاليات المدنية إلى التكاتف والتمسك بمطالب الثورة وختم حلقة اليوم مع مقال على شبكة شام لزيم مصطفى بعنوان الأسد راحل راحل وكل ما يحدث تسعير السوق للقبول بعدم المحاكمة أشر فيه الكاتب إلى أنه تتحرك مكينة إعلامية ضخمة بشكل متناسق مع سياسة استراتيجية تنص على أن الأسد ليس شخصا مربوب به إطلاقا وفي الوقت ذاته لن يكون في موضع المجرم الذي سيحاسب على الجرائم التي فاقت جرائم الحرب أو تلك الإنسانية ولذا بدأ الحديث عن بقاء سوري أو فعلي مع نواب يحيطون به يجردونه من صلاحية أساسية للوصول إلى موافقة على خروج آمن وسليم دون حساب يوقن يوقن الجميع أن إعادة الشرعية لبشر الأسد تعني انهيار كافة القيام الإنسانية وكذلك السياسية ولذا تبدو المصلحة الجمعية تتمثل بإنهاء بشار الأسد كشخص بشكل هادئ وأن يظهر ذلك بعملية سياسية رتيبة ولكن دون أن يكون هناك محاسبة له بصفة مجرم إذ أن هذه الصفة تعني بأن روسيا ساندة مجرم وسفاح وبالتالي لحقت بها هذه الصفة وهذا لا يجوز بحق القوة العالمية الثانية يجتهد الساسة الفعليين للوصول إلى صياغة باكيج كامل للحل من الألف إلى الياء وما المرحلة التي تدور روحها في جينيف إلا عملية رقابة لصيقة ومتعمقة للشخص والشخصيات التي ستكون فاعلة في عمليات تركيب مكعبات الحل التي تم رسم لوحتها بدقة وبحاجة لدقة إضافية في التنفيذ ومن يدري إذا ما بقينا نركز على الأسد كشخص قد نصل لمرحلة نقبل بوجوده بشرط أن لا يكون أمينا عما لحزب البعث العربي الاشتراكي وأن يتم فتح باب الترشح أمام شخصية جديدة لشغل هذا المنصب لا شيء مستحيل وسط هذا التخبط المريب وحب الظهور العنيف من قبل الجميع وفتح الفم والتفوه بكل شيء أو أي شيء لتحقيق ظهور هنا أو هناك وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة